غدا الاسنين ان شاء الله تعالى يبدأ نادي الزمالك بطولة جديدة وقصة جديدة ان شاء الله تعالى تنتهي بفوز الزمالك بهذه البطولة بطولة كأس مصر الجديد هحكي لكم الجديد دلوقتي والقديم بعد شوية لكن لازم ناخد بالنا ان دي بطولة جديدة الزمالك يبدأها في الدور ال 32 امام الداخلية النادي او الفريق الذي صعد هذا الموسم للموسم الجديد في الدوري الممتاز طبعا هتستغرب طبعا احنا صعدنا او الداخلية صعدت من شهر وهتلعب مطش الزمالك في شهر سبتة وان شاء الله اما زمالك يفوز هتريح لها لغاية شهر عشر تسألش بقى لأسئلة بتاعت هوي غاية شهر عشر فريق صعد واعد دي قصة تانية مش مهمتنا دلوقتي لكن مهمتنا دلوقتي ان احنا كزمالك نعلم ان هذه بطولة جديدة يجب ان تكون في نهايتها في دولاب البطولات تاعت نادي زيك والكؤوس كأس مصر كأس مصر اللي يعني في الفترة الاخيرة في اخر 8 سنين تقريبا او 9 سنين زيك 7 مرات بطل دي حاجة مهمة بعدها ان دي البطولة اللي انت بتفوز بيها بسهولة ويسر وكان امامك فيها ان دي اهلي فوزت عليه بيرامدز وغيره من الاندي يعني مش مسا بتقامل فرق صغيرة لا لفرق كبيرة وبيعمل الزمالك فيها نتائج ممتازة وباهرة عشان كده البطولة دي خطوتها الاولى هتكون غدا امام الداخلية مباراة زي اي مباراة في الكاس على الورق ممكن يبقى الزمالك اقوى افضل فرصه اكتر لكن الموضوع كله في الملعب ادائك في الملعب المؤكد ان لعيبت نادي الزمالك اللي هيكونوا متواجدين بكرة سواء في ارض الملعب او على الدكة يبقوا جاهزين للفوز ان شاء الله على الداخلية والانتقال للمرحلة اللي بعديها بقى وهكذا من مراحل حتى نصل الى النهائش ايه بقى احكاية كاس مصري الجديد اه ده كاس مصري الجديد بتاع الموسم ده اول مباراة نادي زيانك فيه في دور الاثنين والتلاتين وصادت داخلي اما كاس مصري القديم فاحنا لعبنا من حوالي اقل من شهر اقل من شهر يوم تلاتة وعشرين خمسة لعبنا اصوان وفوزنا اتنين واحد وضربتين جزاة بتوع اصوان القصة اللي انتوا عارفينها دي ووصلنا للنهائي تاع كاس مصري القديم يوم واحد وعشرين سبعة اللي جاش ابت كاس مصري الجديد نهائي بتاعه ما نعرفش يعني لسه هنعرف ما تلوش مع الوقت اتحاد الكرة هيقول لنا هيعرفنا هيحكي لنا حكايات البطولة دي بطولة احنا لازم نبقى جاهزين لها ايا كان الاسماء المتواجدة اصل مفيش الدوليين مفيش الكلام ده الزمالك كل اللعيبة بتاعته لعيبة ممتازة ومهمة اشرب بن شرقي صحيح غير منضم للمنتقب لكنه اشرب بن شرقي دي يعني مفيش اي جدال محمد عبدالغني محمد عواد محمد عبدالشافي عد من الاسامي اللي موجودة في نادي الزمالك اوباما كل بقى الاسامي دي كوشيكابالا وكل اللي انتوا عايزين تقولوها تلاقوه تختار كده تلاقي فمنفعش يتقال اصل فيه لعيبة دولية مش موجود لأ ممكن يتقال بقى انه اصل فيه من التلاتة اللي بيعتمد عليهم فريرا في خط الدفاع فتن الموجودين في المنتخب اللي هو محمود حمد الوينش ومحمود علاء فمتبقي محمد عبدالغني هنعمل ايه بقى في المعضلة دي هتلعب بتلاتة اربعة تلاتة هيرجع الاربعة تلاتة تلاتة هيلعب اربعة تين تلاتة ايا كانت الطريقة لكن فريرا كمدير فني كف يعني ما تقلقوش عليه ان شاء الله بكرة مباراة تكون يسيرة وتكون اداء الزمالك جيد ويسعد جمهور الزمالك لانه المباراة اللي بعديها على طول هي مباراة القمة يوم الاحد القادم زي النهاردة ان شاء الله تعالى هنخرج برضو بعد المباراة ويكون ان شاء الله في سعادة وربنا يكون كريمنا وفيزين ان شاء الله في مباراة القمة طبعا الفترة اللي جاية واللي فاتت واللي جاية بعد اللي جاية هل لاست الجمهور الزاكب مهتم بقصة الصفقات والتعاقدات الجديدة انا قلتها كتير وهو كرار سقوا تماما في نجاح المستشار مرتضى منصور ومجلس الادارة في التعاقد مع لعبة ذات اسم وذات قيمة فنية هتفيد نادي الزمالك ودي مش اول مرة اتكررت قبل كده واسماء كتير مرت على مدار ثلاث دورات التي فاز بها المستشار مرتضى منصور كرئيس لنادي الزمالك فما فيش علاقة